قال وزير الإعلام والثقافة سيحة معمر الإرياني أن ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران قامت بتدمير ممنهي لكل مناحي الحياة في بلادنا بما فيها المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف وتهريب وبيع الآثار وتشويه المدن التاريخية والعبث بالموروث الثقافي والحضاري والإنساني كجزء من مخططها لتجريف الهوية الوطنية وضف معمر الإرياني في تصريح صحفي أن ميليشيات الحوثي الإرهابية استخدمت المواقع الأثرية والمباني التاريخية كمواقع عسكرية ومخازنة للأسلحة ومعتقلات غير قانونية للسياسيين والصحفيين والمواطنين واستادفت بعض المواقع بشكل متعمد ومباشر ونهبت وتاجرت بالأثار اليمنية ولفت الإرياني إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام والثقافة والسياحة والهيئات المعنية بدلت خلال السنوات الماضية جهودا مضنية ومضاعفة للمحافظة على التراث اليمني وحمايته رغم الظروف الصحبة والإمكانات الشحيحة وثم بنى الإرياني الدعم الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الثقافة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتعزيز جهود الحكومة اليمنية من أجل حماية التراث والأثار اليمنية كما أشهد بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الامريكية الصديقة في هذا الجانب ومنها توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لفرض قيود استيراد على المواد الأثرية ومنع تهريبها للولايات المتحدة الامريكية ودعا الإرياني إلى عقد مؤتمر دولي للحفاظ على الآثار اليمنية وحمايتها والعمل على تحشيد الموارد المالية والفنية اللازمة لمساعدة اليمن في حماية وصيانة الآثار وطالب الإرياني كافة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحماية التراث لتنفيذ مشاريع مشتركة تصبوا في الحفاظ على الممتلكات التراثية والثقافية والحد من ظاهرة تهريب الآثار اليمنية واستنزاف الموروث الثقافي وفرض قيود على استيراد الآثار اليمنية المسروقة وضبط الآثار التي تم تهريبها أو بيعها بطرق غير شرعية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة